ينضم لنا الآن عبر الهاتف من عدن مراسلنا ياسين الرضوان ياسين أهلا بك معنا نتابع معك آخر التطورات آخر المستجدات وهل من أي مواقف صادرة من جماعة الحوثي نعم حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق أي تصريحات للرد على ما تحدثت به القيادة المركبية الأمريكية من أن طائراتها المروحية أغرقت ثلاثة زوارق من أصل أربعة زوارق تغريبا شمال غربي ميناء الحديدة الاستراتيجية التي تسيطر عليه جماعة الحوثي وقبلها أيضا تم إسقاط عبر القوات الأمريكية البحرية المتواجدة في هذه المنطقة أفقطت فاروخين باليستيين من مضادين للسفن في هذه المنطقة ولم حسب المصارب لم يصب أي أحد بأذى ولم تتعرض السفن لأي أضرار بينما تقول أن هناك تبادل لأطلاق النار في الحادثة الثانية وهي حادثة لربما قد تشعل المنطقة في الفترات القادمة لأن جماعة الحوثي سوف تهاجم بطريقة انتقامية حسب ما يرى المراقبون المحليون هنا في اليمن وأيضا هناك بعض الأحادث التي تحدث بها وزير الدفاع الأمريكي ونظيره وزير الدفاع البريطاني الذي قال أن الهجمات المزعزعة للاستقرار أن الهجمات الحوثية مزعزعة للاستقرار وأنها تمثل مشكلة دولية كبيرة وأنها تتطلب تحركا جماعيا بينما قال وزير الدفاع البريطاني بأن هجمات الحوثيين يجب أن تتوقف لأنها تضر بالتجارة العالمية وأنها تضاعفت تقريبا خمس مرات عما كانت عليه في الشهرين الفائتين بينما قال قائل القوات البحرية أنه تم إسقاط في الفترة منذ تشكيل الحلف الجديد منذ أكثر من عشر أيام أربعة عشر مسيرة وأربعة صواريخ منذ تشكيل هذا الحلف وأنه لا بوادر ولا مؤشرات لوقف الحوثيين هجماتهم مؤكدا أنه يعني ما يقارب مئة أو ألف ومئتين سفين مرت منذ بدء هذه العملية وأن مهمة العملية هي دفاعية وتسهير دوريات وأيضا يعتبر هذا الممر الملاحي ممر بها من حيث يربط الشرق بالغرب وتمر فيه ما يقرب من أربعة عشر ألف سفين أي ما يمثل إثنى عشر بالمئة من التجارة العالمية وتلف نفط العالم وثمانية من غاز العالم من هذه المنطقة الحيوية علاوة نشل على أن اليمن يحصل على ما يقارب خمسة وثمانون بالمئة من احتياجاته الخاصة عبر ميناء عدن وأيضا الحديدة التي تسيطر عليه جماعة الحوثي وبالتالي هذا ينعكس على أفعار التأمين والنقل لأن هذه المنطقة أصبحت منطقة نزاعات خطرة وهو ما يضاعف معانات المواطنين من جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية وارتفاع كل الخدمات المقدمة في هذه المنطقة وكانت أيضا جماعة الحوثي قد دعت في فترة سابقة لمظاهرات واحتجاجات مناهضة للإسرائيليين وكذلك دعما لإيقاف الحرب على غزة وعلى فلسطين بشكل عام شكرا لك مرسلنا يا سين الرضوان كان معنا عبر الهاتف من عدن ونبقى في إطار هذا الملف ونتوسع في الحديث أكثر ونرحب بضيفينا ينضم إلينا الآن القاهر الكاتب والباحث السياسي اليمني محمود الطاهر وأيضا ينضم إلينا من بيروت أستاذ علاقات الدولية الدكتور خالد الحسين أهلا بكم دعنا نبدأ معك سيد محمود بهذه التصريحات لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عندما يتحدث ويقول بأن إيران تشارك المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين نظرا لدعمها طويل الأمد للحوثيين بالتالي ما التي تحمل هذه التصريحات وهذا الحديث لتصال الهاتفي أيضا مع الجانب الإيراني وما المرتقب أساسا الآن من الجانب الإيراني نعم أهلا وسهلا بكم وبالسهد المشاهدين وبضيفك الكريم من بيروت الحقيقة الاتصالات الدولية والغربية ومنها بريطانيا للإيرانيين هي محاولة لتهديئات التوتر هي تعرف وهي متقنة أن إيران هي وراء هذه الأحداث ليس الهدف منها مثلا مناصرة غزة أو مقايدة إدخال الغذاء لغزة وإنما هو هدف كلي لإيران بأن تسيطر على الممرات المائية والمطائق الموجودة في المنطقة وبالتالي هم يرون أن الضغط على إيران قد يمثل استجابة حوثية للأوامر الإيرانية بأن تتوقف عن هذه العمليات الإرهابية في الممر الملاحي الدولي وخصوصا الذي يمر عبر باب المندب والشواطئ الغربية اليمنية وبالتالي فإن المنتظر من هذا أن إيران نعرف أنها سيكون ردها أنه لا علاقة لنا بالحوثيين ولا علاقتنا هم يتصرفون من تلقائي نفسهم وقد تستغل هذه القضية تستغل القضية الفلسطينية في هذا الإطار يخفف الضغط عن الفلسطينيين وهي الهدف من ذلك أهدف سياسية وعاطفية لكن في الأساس لديها أهداف محددة وأهداف ماضية بها قدما لتحقيقها من ضمن أذرعتها في المنطقة كلها سواء في لبنان سواء في العراق سواء في سوريا سواء في اليمن يعني هي فقط حتى تدعمهم من تحت الطاولة أمام الرأي العالمي والعالمي نحن لا علاقة لنا بالحوثيين لكنها مستمرة في إدخال المقاتلين في إدخال الطيران المسيرة في إدخال الصواريخ المسيرة في إدخال أحدث الأسلحة الحديثة تفضل بقى معي سيد محمود دكتور خالد كان من المنتظر وحسب التحليلات بأن الحل إعادة ربما التهديئة وسلامة الملاحة في منطقة باب المندب والباب الأحمر عن طريقة ضغط على إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة هل اليوم الموصلة تغيرت وبالتالي اليوم الضغط هو على إيران أولا تحياتي لك وللمشاهدين والفريق العامل وللضيف الكريم بالطبع اليوم إيران ترسل غسالة للمجتمع الدولي بأنها ستعيق الملاحة البحرية في البحر الأحمر لأنها تم استثناؤها في قمة العشرين وبالتالي هي تقول للولايات المتحدة بأنها شريكة في عملية التنمية الاتصادية وأي تسوية سياسية وبالتالي هي تحاول أن ترسل رسائل عبر السيطرة على الممرات أنها قادرة وفاعلة من خبال الزروعاتها بالتمسك بهذه الممرات والسيطرة عليها لكن إيران في الصورة تستغل هذا التوجه السياسي تحت مناصرة غزة والحرب ضد إسرائيل وكل هذه السفن هي متجهة إلى مياه يعني إلى مرفأ حيفا وهذا كلام تريد به السيطرة على العقول العربية والعقول الإسلامية بأنها تنتصر لقضية غزة وتحارب إسرائيل لكن بالفعل أن هذه الأزرعة وتحديدا الحوتي هو اليوم في نشوة لإعادة فرض سيطرته والتوجه نحو الإدارة الأمريكية بأن يعيد تعويم دوره في السياسة اليمنية بالاعتراف به وإعادة فتح السفارة وحمايتها واعتباره شريكا في عملية التسوية القادمة وليس مجرد فصيل خارج عن القانون أيضا هذه الرسائل ترسل تحديدا إلى الدول العربية والخارجية ومنها الإمارات العربية والسعودية بأن أي تحرك غير مناسب سيكون مصير هذه الدول كما مصير السفن التي تختطف من البحر وبالتالي هنا نلاحظ بأن إيران هي اليوم الفاعل التي تقوم بهذه العمليات وتدريبها ومدها بالسلاح من خلال الأذرع المنتشرة لمواجهة التواجد الأمريكي ولكن بصورة غير مباشرة لكن هنا بالنسبة للتحالف لا يمكن هذا التحالف أن يقوى وأن يكون فاعل لمجرد أن يكون فقط حرس مياه إذا لم يكن هناك أهداف فعلية يتم ضربها والتعامل معها وهذا اليوم كثير من الدول تنسحب لأنها لا تريد إعطاء دور للدعاية الإيرانية والدعاية الحوثية بأنهم يحمون السفن الإسرائيلية وهنا يبدو الأمر سيبقى كما عليه إلى أن تنتهي حرب غزة وعندها سيتشكل فريق ساعل ضمن استراتيجية حماية المنطقة في البحر الأحمر والاقتصاد العالمي وبالتالي ستكون إيران في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي ربما أضيف أيضا نقطة هنا ليس فقط عن من تنتهي الحرب في قطاع غزة ولكن هناك أيضا ما يتحدث عن ما يحدث فيه داخل الأمريكي الانتخابات التمهيدية وغيرها دكتور خالد دعا نذهب الآن إلى سيد محمود سيد محمود هل فعلا تقرأ بأنه كل هذه التحركات الحوثية هذه هي الرسائل التي تقوم بإرسالها اليوم كما تحدث دكتور خالد لأنه أيضا هناك نقطة أخرى في هذا الإطار بأنه هناك همية كبيرة بالنسبة للبحر الأحمر للجانب الإسرائيلي اقتصاديا على الأقل عندما تعلن جماعة الحوثي منذ البداية بأن هذا الاستهداف هو استهداف مرتبط بإسرائيل بسفن لها صلاة بإسرائيل ومتجهة بإسرائيل هل كل ما يحدث اليوم فعلا يفنت هذه التصريحات وهذه المواقف أولا قبل أن تبدأ الحرب الإسرائيلية على غزة هناك أكثر من 11 أو 12 حادثة قامت بها ملشيات الحوثية ضد سفن إماراتية وسعودية وإقليمية لم تكن هذه الأولى ولكن جاء حرب غزة الحرب على غزة فاستغلها الحوثيين وإيران وقالوا أنه انتصار الغزة ومن هنا جاء شوء إعلابي لهذه الجماعة وتعاطف شعبي عربي وإسلامي وتقريبا بعض أجزاء من اليمنين قليلا من اليمنين أو المنطوين تحتها لأن بقية اليمنين عرفون ذلك جيدا لعل السفر التي قرصنتها الملشيات الحوثية قبل هذه العملية يؤكد أن هذه الجماعة ماضية ونحن قد حذرنا منذ 2018 ومن خلال اتفاقية استيكول بأن بقاء الحوثيين في ميناء الحديدة يشكل تهديدا كبيرا للممر الملاحي الدولي وقلنا ذلك بالحرف المليان بأن التحذيرات بأن المخاوف بأن هذه ستظهر بعد فترة وها هو الآن نحن نرى مصير تلك الاتفاقية مصير ما حذرنا المجتمع الدولي من الحوثيين الحوثيين لا يمكن حتى لو انتهت كما أسمع بعض المحللين أو بعض من يقول بأن الأمر بسيط بسيط يدخل المساعدات لغازة سيكف الحوثيين هذا أمر مستحالة عن الحوثيين لا علاقة لهم بالقضية الفلسطينية ولا علاقة لهم بالقضية اليمنية ولا علاقة لهم بالقضية العربية ولا الإسلامية هم لديهم قضية محددة وهدف محدد وهو تنفيذ الأجندة الإيرانية والوصول إلى مكة المكرمة للسيطرة عليها على أساس أن السعودية أو أن هي حاضنتهم أو مسكنهم أو منبتهم الأصلي وهي قريش وأنهم يعتبرون أنفسهم هاشميين قريشيين وهم يعدون لذلك لا علاقة لهم وبالتالي الحديث على أن غزة أو هي مسؤولتهم وقضية الأولى هذا غير صحيح وأجنتتهم في الداخل اليمنية تتحدث ذلك أن قضيتهم الأولى مكة المكرمة سيتم الاتفاق على أولا تسليم اليمن لهم وثم بعد ذلك يعدون لعملية سياسية وعملية عسكرية ضد المملكة السعودية الحوثيين لن يتوقفوا عن مهاجمة الممر البراحي الدولي إلا بعد السيطرة عليه كاملا من ماضيق هرموز إلى السواحل الغربية لليمن ومن ثم القريب من قدة جدة وكذلك الوصول إلى أبعد من ذلك ما نرشاه منه الآن هو أن يستمر الحوثيين في وهل هذا ما تريده إيران هنا سيدة الحوثيين نعم نعم إيران تريده ذلك إيران تريد السيطرة كامل على أساس أنها قوة عظمى وأنها متواجدة تريد أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية نحن هنا قوة ونحن من سنحمل خليق الهدف احتلال الخليق بالمنظر العام لكن الحقيقة هنا مفاوضة الحوثيين قبل أيام تحدث لأحدى القنوات الأوروبية قال من حارس الإزدهار وأصلا قابل تنسيق معنا بمعنى أن هناك تمثيلية يبدو شبه تمثيلية بين الحوثيين وبعض الدول أو ربما الولايات المتحدة الأمريكية لعرقلة ربما اتفاق معين ربما لعسكرة منطقة البحر الأحمر وإلا منذ أن جاء حارس الإزدهار كما السفن التي استولى عليها الحوثي كما السفن الإسرائيلية التي استهدفها الحوثي لا يوجد سفينة كل ما نسمع عنه إسقاط طيران إغراق السفن وقوارب بحرية يعني كلام لا يدخل في العقل عندما يهاجم الحوثيين مثلا بارقة حربية يغرقوها سنقول هنا لا يوجد هناك مثلا تخادم بين هذه الجماعة عندما نرى سفينة إسرائيلية حقيقة سيطرة عليها الحوثيين سنقول والله الحوثيين لديهم قضية يدافعون لكن الأمر كل هامشي هناك عمل ما متفق هناك عمل متفق ويجري تنفيذه بإتقان دكتور خالد مع ذلك التدعيات الاقتصادية حاضرة وفي متابعة لكل هذه التطورات شركة ميرسك هي التي أعلنت بأن هناك سفينة تعارضة الهجوم وهي تواصل بحارها والآن تم تعليق جميع الرحلات البحرية عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة بالنسبة لهذه الشركة هل فعلا وصل حجم التهديد اليوم إلى حد قد يدفع الدول التي رفضت الانضمام لهذا التحالف بقيادة الوليات المتحدة لمراجعة مواقفها بالطبع ما يحدث بالنهاية هو تهديد للأمن الاقتصادي العالمي وخاصة 40% من الاقتصاد العالمي تمر عبر قناة السويس وباب المندب وبالتالي مصر قالت أنه لا يمكن لهذه الدول أن تكون فاعلة إذا لم تكن الدول الموجودة على شواطئ البحر الأحمر وباب المندب هي موجودة وبالتالي هذه الدول اليوم لا تريد الدخول لسببين لأن الولايات المتحدة هي من تتحمل المسؤولية منذ بداية الحادثة التي رفعت فيها الحوثيين عن قائمة الإرهاب وبالتالي تساوت الولايات المتحدة وبريطانيا مع الشرعية عندما أجلست الحوثي والشرعية على نفس الطاولة وتعاملت معهم على أنهم فصيلان ومنعت التحالف العربي من الدخول إلى الحديدة لتحرير هذا الميناء تحت شعارات إنسانية وبالتالي هنا كانت تهادم فعلي عندما قامت سواريخ ومسيرات الحوثي بدعم إيراني بضرب السعودية والإمارات العربية وأربيل وكانت تهدد وكانت الولايات المتحدة تقول عليكم التحلي بالصبر اليوم هم عليهم التحلي بالصبر لما فعلت أيديهم وبالتالي المشكلة الأساسية في التعامل مع هذه المنطقة بالذات هو عدم وجود استراتيجية فعلية تتعامل معها الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة هي المسؤولة الفعلية عما وصلت إلى الأمور نتيجة التهاون والتفاوض مع إيران وترك الأدرع تنمو هنا وهناك وانتشرت من البحر الأحمر حتى جنوب لبنان وهذا يدل على أن المشكلة يجب أن تقف الولايات المتحدة ضمن خطة واضحة لكي تسير معها هذه الدول وتنضم إليها لأن لا يكفي لهذه الدول الوقوف في البحر الأحمر والانتظار بإطلاق مسيرة من هنا وساروخ من هناك وقوات الحوتي تحاول أن تنمي قدراتها الساروخية ومسيراتها إذن الحوتي لا يريد القتال ضد إسرائيل لأن هناك قاعدة أو أكبر قاعدة في أرتيريا إذا أراد لإسرائيل أن يضربها يضربها يتبع 25 كيلو متر وبالتالي لا داعي لضرب سواريخ تطال 2000 كيلو متر حتى تنفجر في صحراء سيناء إذن في السورة إيران تحاول أن تستسمر في غزة لكن في المضمون هي تفاوض الولايات المتحدة بعد أن تم من قمة العشرين بكافة أدرعتها ومناطقها التي تحتلها من باب المندب حتى بيروت عن الممرات المائية وهي تقول أن لا ممرات مائية إذا لم أكن أنا موجودة فيها وهي حركت وقالت بأنها ستهدد في البحر المتوسط إن كان في لبنان واللادقية أو إن كان في شبل طارق أو عن طريق ليبيا لذلك المشكلة هي بالتوجه والتحدث مع إيران وإيران لا تفهم إلا بلغة القوة وهذه الولايات المتحدة تعلمها جيدا منذ أن دمرت لها الأسطول في العام 1986 أبان الحرب العراقية الإيرانية وعندما تم تشكيل قوة دولية لحماية البحر الصومالي من القرار السناء الصوماليين إذن على الولايات المتحدة أن تتحرك وأن تكون فاعلة وجد في التعامل مع هذا الكيان السياسي المصطنع الذي بات يشكل خطرا فعليا على التجارة العالمية وعلى الدول الموجودة في الضفة سيد محمود هل يجب أن تعلو لغة القوة الآن في ظل هذا التحليل الذي تقدم به الآن دكتور خالد هل التعامل هو عسكري في هذه المرحلة على الأقل توسيع الدول التي قد تنضم إلى هذا التحالف توسيع مهام هذا التحالف هل من خطوات أخرى مرتقبة من قبل الولايات المتحدة يعني كان هناك قرار قبل عدة أيام من قبل وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة تمول هجمات الحوثيين على السفن ما المرتقب نعم لا بد أن تكون هناك عملية عسكرية لكن ليس من قبل هذا التحالف أو الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل لأن أصلا الحوثيين يبحثون عن ضرب أمريكي وضرب أمريكي وضرب إسرائيل الهدف من ذلك ليقولوا لأنصارهم وللوطن أو الشعوب العربية والإسلامية بأن شعارهم الموت لأمريكا الموت لإسرائيل حقيقي وأنهم يدفعون الآن ثمن هذا وأنهم يقاتلون اليهود والنصارى يعني من الأبغتيات ومن الشعوذات التي يتحدثون عنها في مكاتبهم وفي مقايلهم لكن لا بد أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية فاعلة في ماذا في التحرك في مجلس الأمن الدولي وتصنيف هذه الجماعة إرهابية ومن ثم عادت إدراقها ضمن المنظمات الخطيرة والجماعات الإرهابية ومن ثم دعم الحكومة اليمانية هناك قوة في الساحل الغربي في المخة وتقريبا في المخة هناك في المجلس الانتقالي في عدن هناك الحكومة اليمانية متواجدة في حجة يعني تدعم هذه القوات الميدانية والعسكرية والبحر يعني لحماية البحر الأحمر ومن ثم إبعاد الحوثيين عن محافظة الحديدة هذه المحافظة الحديدة النفس الوحيد أو الرئة التي يتنفس منها الجماعة الحوثية ومن خلالها أدخلوا الكثير من الأسلحة الحديثة والصواريخ الباليستية وكذلك مقاتلين أجانب هذا بالنسبة للشق العسكري أما بالنسبة للتحركات الأمريكية الأخيرة بتقميد أو بفرض عقوبات على شبكات دولية هذه هي الشبكة كل تقريبا ستة عشر تقددها الخزانة الأمريكية هو نفس حسن الجميل هو نفس نفس الشركات التي يتم فرض عليها عقوبات على أنها تمول العقوبات العقوبات فيها نجاعة وليس فيها حل الحل هو دعم الدول المنطقة أو الحكومة اليمنية لحماية البحر الأحمر لتحرير محافظة الحديدة لتنفيذ على الأقل اتفاقية استوكهولم التي تم الاتفاق عليها برعاية أممية هناك قوانين دولية تتحدث وخصوصا اتفاقية المراحل التي تم التوقع عليها في 1982 بأن على الدول المطلة لهذه الممرات تتحمل مسؤوليتها وصلت الفكرة شكرا لك سيد محمود الطاهر الكاتب البحث السياسي كنت معنا من القاهرة والشكر موصول أيضا لضيفنا الدكتور خالد العزي استاذ علاقات الدولية كنت معنا من بيروت